سيداتي سادتي الحضور الكريم مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الفيديو وأنه أثار لديكم الرغبة في مشاهدة المزيد نبض الجزائر كما قلنا هو أول وثائق واب جزائري ولم يكن ليتحقق هذا المشروع لو لا دعم المدير العام للإداعة الجزائرية السيد محمد بغالي شكرا سيدي المدير على الثقة وعلى المساندة كما أشكر مدير ملتي ميديا الإداعة الجزائرية السيد أنيس بن هدوغا على مرافقته اليومية والآنية التي مكنت من تحقيق هذا العمل ليس لدي الكلمات الكافية للتعبير عن الشكر له كما أشكر فريق العمل على الجهود المبدولة أنا على علم أنني طلبت منكم مجهودات كبيرة أحيانا على حساب أيام راحتكم ولساعات متأخرة فشكرا لكم هذا العمل هو ثمرة جهود الجميع بالأرقام نبد الجزائر يضم أكثر من ربعين فيديو مرفوقة بعناوين ونصوص كل فيديو لا يتجاوز عشر دقائق نبد الجزائر مقسم على ستة محاور بناء المؤسسات تكتشفون فيه مثلا البرلمان بغرفتيه المؤسسة العسكرية بنك الجزائر المحافظة السامية للأمازيغية الدبلوماسية التي ساهمت في توصيل صوت الجزائر في كل المحطات بداية من الثورة التحريرية إلى يومنا هذا التأميمات في هذا المحور هناك شهادات حية لمغامرات إنسانية مثل تأميم المحروقات إنشاء صنة خاك تأميم السكة الحديدية وبسط السيادة على الإداءة والتلفزيون الجزائري كما خصصنا فضاء للاقتصاد حيث اخترنا نمادج لإدهار مكانة القطاع الصناعي العمومي لتبيين قدرة المقاولين الخواص ومثال عن استثمار أجنبي ناجح ورابح رابح إضافة إلى المؤسسات المصغرة ودورها وكل ما بدلته الجزائر من أجل ضمان أمنها الغدائي والصحي عبر الصناعة السيدلانية لم يكن من السهل أن نعبر عن التنمية الاجتماعية في الجزائر فحاولنا إبراز أهم العوامل التي تمكن من قياس درجة هذا النمو فخصصنا فيديو للمدرسة، فيديو آخر للتعليم العالي، للصحة، للرياضة، لحقوق المرأة، العمل الإداري لمحاربة البيروقراتية ومواضيع أخرى ولن ننسى أيضا الثقافة بكل تنوعاتها من أدب، آثار، موسيقى، وسينما خصصنا أيضا ركن للإحصاءات بالإضافة إلى فيديو يلخص الرؤية المستقبلية التي يجسدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فسمينا هذا الركن الجزائر الجديدة كل فيديو هي قصة، ومجموعة هذه القصص يحكي بناء الجزائر المستقلة منذ ستين سنة مع طاقم التحرير لما انطلقنا في هذا المشروع، اخترنا أن نمنح الكلمة لجيل الاستقلال، جيل اليوم الفاعلين في مختلف القطاعات والميادين الذين يساهمون يوميا في تشييد وطننا واخترنا أيضا أن نخصص كل الوقت لشهاداتهم بدون تعليق صحفي، أي صن كومانتر طبعا نحن لا ندعي أننا تطرقنا إلى كل المواضيع، ولكن حاولنا أن نبرز أهم المحطات التاريخية في مسار تشييد الجزائر والتي لم تكن لتتحقق بدون مجهودات وتضحيات الجزائريين سواء كانوا إطارات، وزراء، خبراء، باحثين، أرباب عمل، وحتى المرأة الماكتة في البيت كلهم ساهموا في بناء الوطن، وهذه هي الحقيقة التي أردنا أن نقف عندها بمناسبة ستينية الاستقلال فتحية الجزائر، شكرا للجميع وأدعوكم إلى مشاهدة هذا الوثائق الواب عبر الرابط ترجمة نانسي قنقر